مرحبا بكم استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيلة للدموع بكثافة لتفريق مظاهرات مناهضة لإقالة عدد من ضباط الجيش يقول المتظاهرون إنه منحاز للثورة من بينهم الفريق عبدالله المطري المفتش العام للجيش ومحمد صديق الذي تصدى للشرطة لمنعها من فضل اعتصام أمام القيادة العامة واتجهت المظاهرات صوب القصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء وهتف المتظاهرون ضد رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان واتهموه بالعمل على تصفية الثورة على حد وصفهم وكان البرهان قد أصدر قرارات بإقالة قرابة عشرين ذابطا كما قام بترقية آخرين وقال مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني قال إن القرارات جاءت حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد وفقا للوائح الجيش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولمتابعة الملف السوداني ينظم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم الأستاذ محمد أبو الذهب الناشط السياسي المتضامن مع الضباط المتقاعدين مرحبا أستاذ محمد معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم العميد ساتي محمد سوركتي الخبير في الشؤون العسكرية مرحبا بك سيادة العميد أستاذ محمد أبو الذهب كناشط سياسي متضامن مع الضباط المتقاعدين كيف نظرت إلى هذه الاحتجاجات وإلى هذه الإقالات وإلى هذه الرتب العسكرية التي منحها البرهان في هذه الفترة طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم نترحم على كل أرواح الشهداء سورة ديسمبر وشهداء من 1989 ربنا يتقبلهم ويرحمهم والشفاء العاجل لجميع الجرحة وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعودوا المفقودين جميعا طيب اليوم كما تلاحظون أن الشوارع السودانية بتاعة ولاية الخرطون عموما تمتلي بضجيج السوار وقوفا مع من كانوا سند لسورة ديسمبر في داخل أحوات القيادة العامة لقوات الشعب المسلح اللي هم بتمثلوا في الأشراف الشعب السوداني لا ينسى المؤاذرة القاموا بها أشراف القوات المسلحة والوقفة القاموا بها في داخل أسوار القيادة وقفوا والصدوا لجهات كثيرة جدا جدا كانت هدفها الأول والأخير أنها تفيد احتصام القيادة ولكن الحصل أنه نفس الضباط والجنود الضباط والجنود الصف القاموا بالوقوف للشعب السوداني هي المسألة دي هي طبعا دي مهمتهم أساسا أنهم يقوموا بها ولكن الحصل للقوات المسلحة في فترة حكم الدكتاتور على مرة 30 عام التسييس للحصل للقوات المسلحة جعل من القوات المسلحة السودانية يعني قوات بتحمي الأنظمة ما بتحمي الشعب ولا بتحمي الوطن وكالذي حصل اليوم نحن كشعب السوداني ولك الشعب السوداني جميعا اليوم خرجت في تظاهرات سلمية بحكم سورة ديسمبر السلمية خرجنا في الشوارع على أساس يعادة المفصولين تعسفيا من الخدمة وخرجنا في الشوارع على أساس استعادة وهيبة كرامة تنقوات المسلحة اللي هي صلبت منها خلال مرة 30 عام في فترة حكم الدكتاتور لكن انصدمنا بواقع مرير جدا جدا من قبل الشرطة فإذا نظرنا للمسألة بتاعت اليوم نجد أنه حتى في الموكب اتطلع بتاعت 20 فبراير اليوم فيه أكثر من ألف من دنود وضبات صف اتفصل وفصل تعسفي من الخدمة سواء كان في فترة حكم الدكتاتور البشير ولا في العشرين نفر اللي هم تفصلوا الآن في ظل المجلس العسكري نعم أستاذ محمد أرجو أن تعطيني أيضا الفرصة لأوجي هذا السؤال تفضلت بالقوم ألف جندي فصل فصل تعسفي في عهد الرئيس المخلوع البشير وأيضا الآن عشرين شخصا أو عشرين ضابطا سيادة العميد مرحبا بك هذا المطالب الآن بإعادة هيكلة القوات المسلحة والتنديد بإقالة ضباط يقال إنهم كانوا مؤيدين للثورة كيف ينظر له عسكريا من خلال تجربتك كيف يمكن إعادة الهيكلة ما هو وضع هذا الضباط هل من حق البرهان أن يفصلهم لأنهم كانوا مع الثورة يعني كيف ترى هذه القضية طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله أولا الحديث في أمر تنظيم القوات المسلحة ومهامها والإجراءات الإدارية فيها لا يتم هكذا من الشارع إعادة هيكلة القوات المسلحة هذه كلمة عريضة جدا أنا لا أجد لها مقاما أصلا لأنه إعادة هيكلة القوات المسلحة هذا قرار يتم الوصول إليه بعد دراسات وفي قنوات معينة ويرتبط هذا الكلام بواقع الواقع الجيوبوليتيكي وبأشياء كثيرة جدا متعلقة أصلا بالقوات المسلحة نفسها والخطة الأمنية والنظام الأمن القومي السوداني الحديث الآن عن أنه ألف ضابطه يندي وحيلوا للتقاعد بصورة متعسفة هذا حديث مطلوق على العواهن أنا لا أشعر أنه في حاجة زي لك أصريعا أما حكاية إحالة ضباطه للمعاش فهذه سنة راتبة تحصل كل سنة بيطن ضبط بها مرتبات الغوات المسلحة يعني مرتبات المقصود بها الأعداد يعني أنت عسكري إذا سمحت لسيادة العميد أنت عسكري وتعرف هذه الشؤون أكثر من غيرك ولكن كيف نفسر فصل يعني ضباط معينين كانوا مؤيدين للثورة كيف تفسر هذا هل تعتبره تغييرا يعني تحويل على المعاشق الطبيعي أبدا هو نعم لا 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 هو حكاية أنه الفصلهم دي ضباط مؤيدين للثورة والخلوهم هم ضباط غير مؤيدين للثورة هذه كلمة غير مضبوطة يعني غير منضبطة يعني أصلا يعني لأنه يعني كثير جدا جدا أنا أعرف كثير جدا جدا وأقول أنه الغالبية الكاسحة من أفراد القوات المسلحة يؤيدون الثورة لأن القوات المسلحة هي أكثر مؤسسة عانت من سوء سياسات سياسات العميد سابق يعني يعني أنت خبير وتعرف هذه الأمور ولكن كيف تفسر أنه ضابطا سودانيا شابا اسمه محمد صديق الملازم في مقتبل العمر يتقاعد وموقفه كان واضحا في هذه الثورة يعني هل هل هذا هذه ليست نعم هذه ليست أول مرة يحال فيها للتقاعد ضابط بردبة صغيرة حصل الكلام دي كثيرا يعني وأنا اطلعت على 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 السجل سجل خدمة هذا الضابط يعني نعم واطلعت على 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 ما أعلنته القيادة العامة عن عن حيسيات هذا الرفض يعني وهذه الحيسيات المذكورة في شأن هذا الضابط كفيلة جدا بأن تحيله للتقاعد مثل ماذا مثل ماذا سيادة العامة الحيسيات إذا سمحت لي هل يمكن أن تذكر لنا شيئا من هذه الحيسيات التي ذكرت أنك تمها وفي دورات يعني كان يعني 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 يغيب عنها ب ادعاء المرض ومخالفات الجنائية النساق عربية قوات مسلحة واعتدى على قسم شرطة واعتدى وذي مخالفات جنائية ومرصودة في قالوا في يوميات التحري يعني الحديث على أن الضباط مع الثورة والضباط ضد الثورة هذا كلام فارغ جدا يعني لأنه أصلا العسكريين العسكريين ما ما واجب أنهم يمشوا في الثورة في الشوارع وكده ويهاتفوا يكوركولا العسكريين يعملون أصلا العسكري مهمة السياسية في صندوق الانتخابات يعني ولا يحق له أصلا ممارسة السياسة بالطريقة التي يوالسونها سيد العميد ولا يحق له سيد العميد إذا سمحت لي وصلت الفكرة دعني إذا سمحت لي أسأل سيد محمد أبو الذهب سيد العميد شرح لك التفاصيل المتعلقة بالإقالة وأنه اطلع على الملف وأن العسكري ليس من حق أن يخرج في الشارع ويهاتف باسم الثورة العسكري أعماله معروفة لماذا إذن تتهمون الجهات العسكرية بهذه الإقالة وتقولون بأن الفريق عبد الفتاح البرهان يعمل على تصفية الثورة كما تعبرون ما هي دلائلكم أولا أنا أقول لكم في بعض النقاط لا بد من أن تتوضح لكل الشعب السوداني ولا بد من أن تتوضح حتى بالنسبة العسكريين الحيث هذا الذي تكلم عنه الخبير العسكري الحالي الذي يتكلم هذا أنا أفتكر أن هذه مسائل عار من الصحة وما مفروض أصلا يجب عليهم أن يتكلم لأنه يتكلم فيها حتى نفسه الراكز محمد صديق وأكد على أنه يتكلم عن مسألة المخالفات أي مخالفات يتحدثون عنها وفي نفس الوقت الآن المخالفات يقول لك مخالفات جنائية ضرب ضابط ولا عمل ولا نعم نحن دي كلها قوانين لكن في أكبر من المخالفات الآن بتاعة عمليات الإنقلاب نعم إنقلاب 89 هناك الآن في بعض القادة الموجودين حاليا على رأس الهيكل بتاع المجلس السيادي كانوا مع الإنقلاب بتاع 89 لماذا تمت تصفيتهم ولا تمت إقالتهم لماذا لماذا لم تتم الإقالة ولم تتم التصفية كل الحاجة المؤكدة تماما إنه الآن المجلس العسكري المجلس السيادي الشق العسكري هو دائما يحاول أنه يعني يوري الشارع السوداني إنه هو معه وفي نفس الوقت هو لما تجي تشوف الأفعال في الواقع بتجيب أنه ما أصلا لا ينتمي للشارع السوداني وبالدليل الكلام لأنه العشرين ضابط اللي تفصلوا حتى الأسباب تطلعت ما كانت أسباب منطقية على أساس أنه يتنفصلهم لأنه لما نرجع حتى لعملية فضل الاحتصام هناك ضباط قادة كبار جدا شاركوا في عملية فضل الاحتصام وكان لهم دور ولللحظة الأدلة أو اللجنة اللي تكونت بواسطة نبيل أديب لللحظة ما قادر تصل لنتائج معينة في عملية فضل الاحتصام وفي نفس الوقت في غادة كان شاركوا لماذا ما قادروا يطلعوا الغادة الشاركوا في عملية فضل الاحتصام وفي نفس الوقت قادرين أنه يطلعوا عشرين ضابط وبالتحديد محددين هم كانوا سند لثورة ديسمبر ونتموا للشارع السوداني أنا أفتكر أنه الكلام بواضح تماما وقفوا معاه أمثال حامد محمد صديق وكلهم وكل الشباب اللي تكلموا ووقفوا في القيادة الشعب السوداني الآن طلع ومتأكد تماما وموقع تماما أنه الشعب السوداني سيساند الأشراف والشارع السوداني الآن يعتبر أن العشرين الذين تفصلوا لا توجد أي مبررات لعملية فصلهم إلا أنهم انتموا للشارع السوداني لحظة تحتاجهم والبقية لم ينتموا للشارع السوداني والمخالفات جاءت لهم والحيسيات وطلعت لهم الآن من قبل قادة القوات المسلحة أنا أفتكر أنه دي كلامنا لقادة القوات المسلحة هناك قضايا أكبر من الحيسيات التي تتكلم عنها الحالية التي تتمثل في قضايا حصلت في دارفور في فترة حكم النظام السابق في قضايا حصلت الآن في القيادة عملية فضل الاحتصام الضربة بتاعة 8 رمضان وتسعة وكانت هناك أعين وكنا منصور بشايلين كاميراتنا منصور في الشوارع وبالأدلة لماذا لم يتم وقف الضباط التي كانوا الضرب المتظاهرين والضرب الناس الداخل القيادة ولماذا لم يتم القب على الضباط الأدو التعليمات التعليمات الأساسية لعملية فضل الاحتصام أرجو أن تبقى معي أستاذ محمد أبو ذهب أرجو أن تبقى أستاذ محمد وصلت فكرة أرجو أن تبقى معي ينضم إلينا الآن مشاهدين الكرام عبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ منذر أبو المعالي القيادة بقوى الحرية والتغيير أستاذ منذر هذا الجدل الذي استمعت إليه كان بين العميد ساتي والأخ محمد أبو ذهب في مسألة فصل الضباط كانوا مع الثورة والتعيين آخرين والمطالبة بإعادة هيكلات القوات المسلحة أنتم كيف تنظرون في قوى الحرية والتغيير إلى هذا الإشكال الذي يجري الآن في السودان سجال آخر نعم الآن يوجد سجال كبير داخل السودان القضية الأساسية هي التي وعى بها الشارع أننا الآن نحتاج إعادة توزيع أدوار ما بين العلاقة بالفاكر والواقع المسلحة والدولة الجبنية كما نعلم أن واحدة من أحلام الشعب السودان قبل الصحة أن تكون هناك دولة مدنية دولة برنمانية مدنية كاملة بالدسم هناك يدخل بعض الشيء وجود بعض المسلحة في المجلس السيادة ونحتاج الشارع الآن يطلب بالتحديد أن تكون هناك رؤية واضحة للعلاقة المجلس السيادة الآن له صلاحيات محددة في الوصفة الدستورية وهذه الصلاحيات أصبحت تتمدد قليلا نحتاج أن نوقف هذا التمدد ويعود نجي السيادة إلى مكانه أما بالنسبة لقضية الدباط المصورين وهنا قضية خرج الشارع من أجل إرجاع كل الضباط المصورين المدينة كانوا جزء من الحراق والثوري الكاموجين لحمل الصوار في أحرج القوقات ولهذا خرجت الجماحية ولكن خرجت إرجاعه ووضع تصور محدد أو تحجيل دور المجلس السيادة في السيادة المدينية أستاذ منذر دعني أسألك أيضا القضايا معطلة نعم القضايا المعطلة وهي التي تخرج الآن إلى السجال إذا سألتك المتظاهرون أيضا هتفوا ضد البرهان وقالوا من أن هناك محاولة لتصفية الثورة هل أنتم شريك في المجلس السيادي كيف تنظرون إلى هذه المسألة هل صحيح ما يقوم به البرهان ضد ثورتكم ضد توجه السودان خاصة في مسألة التطبيع مع إسرائيل تجربة الشعب السودان مع حكم الأفكار طويلة طويلة ولابد من كل منالك هذا التوجه ولهذا خرج الصوار حتى لا تعود عفكرة الدون مرة أخرى حتى يحجم دور العفكر وحتى أن يعود العفكر إلى مواقعهم الحقيقية في حماية البلاد والأشياء من دور المناطبهم ولهذا التوجه سيكون موجود بتاريخ السودان الطويل من حكم العفكر ولهذا خرج الناس شكرا جزيلا لك الأستاذ منذر أبو المعالي القيادي بقوى الحرية والتغيير سيد العميد يعني ما يقوله منذر تحجيم دور العسكر ويقول من أن هذه المرحلة تحتاج إلى إعادة توزيع عدوار بين العسكريين والمدنيين المناصفة في المجلس ألا تكفي أم هناك مقاصد أخرى في مسألة السلطة والتأثير على الشارع والتأثير في سياسة السودان والله يا أخي أولا هو طبعا يجري الآن تغبيش شديد جدا للعقل السوداني يعني ومن أكبر الأضاليل اللي شحز بها العقل السوداني حكاية أن السودان لا يكون محكوم حكم عسكري حكاية بتاع الستين سنة ولا خمسين سنة وهذه أكذوبة كبيرة جدا نعم السودان لم يحكم حكما عسكريا بالمعنى الكلمة سوى ست سنوات حكم الفريق أبراهيم عبود حينما تولت القيادة العامة إدارة الدولة السودانية أما السلطة السنة والتلاتين سنة لم تكن حكما عسكريا هذه أكبر أكذوبة يسويقونها في الناس هذه حكومات قامت بأحزاب سياسية وتولت الشأن كل الدولة تولت أمورها أحزاب سياسية وكانت تدير الشأن أحزاب سياسية لا حكم عسكريا نعم كان رئيس الدولة يكون عسكريا لكن هذا كل ما هناك كل الدولة والحكومة كلها مدنية وتقوم على أحزاب سياسية فهذه الأضلولة الغرض منها محاكمة القوات المسلحة التاريخ ألقى على كاهل القوات المسلحة السودانية مسؤولية ضخمة جدا في المحافظة على حياة هذه الأمة هذه الدولة السودانية القوات المسلحة السودانية هي الوحيدة في المنطقة هذه التي قاتلت وتقاتل قرابة الخمسون أو الستون عاما الآن الاستهداف دي عشان يفكوا يفكوا سيد العميد ما تقوله كل النظم العسكرية تقول من أن الجيش هو حامل حما والقوات المسلحة ولكن العالم تغير والديمقراطيات الآن مفتوحة والبقاء للأصلح كما تعرف عفوا نعم نعم هو طبعا في السودان برضو فيه أكذوبة أخرى يعني يجري تسويقها حكاية أنه دولة مدنية دي في مقابل القوات المسلحة هذه أيضا أضلولة يجري تسويقها بين الناس الدولة المدنية هي الدولة التي تقوم على السلطات الأربع السلطات الأربعة كل يقوم بواجبه مستقلا وبصورة دستورية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والحريات وحرية الإعلام هذه الدولة المدنية يعني أرجو أن تسمح لي سيد العبيد لو سبحت أكمل الفقرة دي أكمل الفقرة دي يعني الآن في السودان يجري شخص أسهل العامة بأن الدولة المدنية دي في مقابل القوات المسلحة أو ضد الجيش أو ضد القوات المسلحة وهذا كلام فارغ طبعا الغرض من كل ذلك لأن المشروع الذي يجري تنزيله بواسطة عدو هذا البلد هو تفكيك السودان يعني هذا المشروع الذي تقاومه القوات المسلحة الستين سنة الماضية وحتى اليوم يعني والمشروع هذا يجري يجري بيتقدم عام بعد عام يعني التهديد لتفكيك هذا الوطن أن يتنزل عاما بعد عام وسيجري أنه درجة درجة ومرحلة مرحلة يعني فالقوة الوحيدة التي يمكن أن تملع ذلك وتواجه ذلك هي القوات المسلحة السودانية يعني بحكم عقيدة عقيدة التكتيكية المعلومة يعني والمشهورة يعني شكرا جزيلا لك القوات المسلحة السودانية قوات مهنية عند عقيدة تكتيكية أثبتت سلامتها وصحتها وجدواها طوال السنين ما قبل الاستغلال وحتى الآن يعني شكرا جزيلا لك سيد العميد ساتي سركتي ولولا هذا الأداء المتميز القوات المسلحة لما كان السودان دولة حتى الآن يعني لها شكرا جزيلا لك سيد العميد ساتي سركتي الخبير في الشؤون العسكرية مع ذيرة على المخاطعة شكرا جزيلا سيد محمد أبو الذهب ما ينسب الآن كما يقول عميد من صلاحية القوات المسلحة ستون عاما من الحفاظ وأنها موجودة الآن في المجلس وأن البرهان العسكري هو الذي يلتقي نيتنياه كيف نفهم هذا الوضع في السودان طيب أولا أنا أتمنى أنه في بعض الأسئلة بوجهها اليوم من تأسيس القوات المسلحة من قيام وتأسيس القوات المسلحة في عام 1925 السؤال الموجه لي القوات المسلحة هذه نفسها اللي يتكلم عنها الحالي شاركت في أي حروب عالمية ولا شاركت وين غير إنها الحروبات الداخلية واغتيال أبناء السودان نفسهم دي ما معروفة تماما أنه القوات المسلحة من تأسيس لحد اللحظة عملت على أنه الاغتيالات والحروبات التي تحصل للمفتعلة سواء كان في الجنوب أو في قرب السودان كانت بقوم بالقوات المسلحة لكن شكرا لثورة ديسمبر المجيدة جاد وأكدت تماما على القانون لسنديه قواتنا قوات الشعب المسلح وفي فترة بتاعة حكم الدكتاتور من 1989 كان يدرك تماما أنه إذا لم تسيس القوات لم تسيس القوات وصنعت لها قوات مضادة صنعت لها قوات مضادة التكونات المضادة وحتى الآن في قوات مضادة لقوات الجيش فدليل بدل لك على شن بدل لك على أن القوات المسلحة السودانية هي أصلا من تأسيسها ما قامت على أسس حماية الشعب السوداني ولا أسس حماية الأرض السودان وإنما من حكم تأسيسها قامت على أساسيات بتاعة حروبات داخلية لأنه حاربت في الجنوب أبنا منهم الجنوب ده بنتمي لأين كان بنتمي للسودان حاربت في القرب القرب ده بنتمي وين بنتمي للسودان لكن لما جات ثورة ديسمبر المجيدة أكدت تماما على أنه نحن محتاجين إعادة هيكلة القوات المسلحة ليه يعادوا هيكلتها لأنه مدركين تماما أنه الهيكلة دي بتنظفها من الداخل ولما قلنا أنه يعاد هيكلتها وعادة المفصولين تعسفيا للخدمة لأنه ديل لما ترجع حتى على مرة 30 عامة يتفصلوا في فترة حكمة ديكتاتور ديل كلهم بتجدهم أنهم شنو يتفصلوا بقرارات انتماءهم للشعب يتفصلوا بقرارات كانت صائبة هما اتخذوها لشعبهم أنه ينقيف مع الشعب يلقى رضا نلقي فده السبب الرئيسي بخلينا أنه نحن الآن نطلع في الشوارع ونؤكد على عودتهم ليه ومع عودتهم إنهم شنو في نفس المراتب التي كانوا فيها لا بالعقس يعودوا على أساس أنه ينظفوا ينظفوا ويراقبوا القوات المسلحة عشان تكون قوات بقانون الذي أسس سنة 1925 قانون القوات الشعب المسلح اللي هي تحمي الشعب والأرض لا تحمي لا تحمي الحكومة عفوا لا تحمي الرئيس ولا تحمي المكونات الحذبية أما المسألة الأساسية اللي هي أسل الآن الزيارة بتاعة برهان لنتنياهو أول حاجة أخواننا الزيارة دي ما لها أبعادها وكلكم بتدركوا تماما أنه السلطة الحالية شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو الذهب الناشط السياسي المتضامن مع الضباط المتقاعدين معذرة لك أخو محمد أبو الذهب الناشط السياسي المتضامن مع الضباط المتقاعدين كنت معنا من الخرطوم هذا وبينما يعجنوا عمال المخابز الطاحين ويضعون الصواني داخل الأفران وحملة بأقراس مستديرة من عجين الخبز في العاصمة السودانية الخرطوم تقوم مجموعة من المتطوعين الذين يرتدون سترات صفراء بمهام حراسة هذه المخابز ويهدف المتطوعون الذين أطلقوا على أنفسهم حراس الثورة إلى التصدي لظاهرة تهريب الدقيق والخبز المدعمين الذين من المفترض أن يصل إلى أيدي المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة نحن دورنا كالجاة مقاومة في المخابس يقتصر على الرقاب نحن نراقب الحاجات الداخل المخبز والطالع من المخبز الدقيق ما قبل يكون عيش وبعد ما يبقى عيش بعد أن العيش الطالع طالع منه طالع على الساعة كم طالع ليه العيش رمز للثورة لأن الثورة بدأت في عدبرة بسبب عيشها أخواننا في عدب ورقام عشان ريشها ومنها طلعت ديها الثورة يتيح للجان المقاومة أنهم يرفعوا تقارير عن المخابس حولهم في الحلة التقرير عن استلام المواد التقرير عن المخبز المغلق التقرير عن تهريب حالات التهريب كل التقارير تصف في قاعدة البيانات واحدة من كل جان المقاومة من كل السودان البيانات عندما تتوفر في منطقة واحدة يتيح لتخزي الغرار اتخاذ الغرار الصحيح لا أعرف هذا المشكلة وينظم إلينا عبر الأقبال الاستناعية من الخرطوم الأستاذ حسان محمد الحسن متطوع بفريق حراسي الثورة وأحد أصحاب سترات السفراء السيد حسان مرحبا بك يعني التصدي لظاهرة التهريب تهريب الطحين المدعم والخبز عبر تطبيق على الجوال كيف جاءت هذه الفكرة ماذا قدمت من ثمار حتى الآن للسودانيين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر وعاجل الشفاء للجرحة والمصابين التحية لحراس الخبز لجاء المغاومة الذين يسهرون على حماية خبز هذا الشعب الشعب السوداني البطل الفكرة جات بعد ما كان طرح السيد وزير الصناعة والتجارة عباس مدني فكرة أطلق كان مبادرة مدة ثلاثة أسابيع وكان صرح بأنه بعد ثلاثة أسابيع سيتم توفير الخبز ولن تكون هناك صفوف فبعد ذلك السيد وزير التجارة والصناعة طالب لجاء المغاومة حراس السورة بأنه تكون شريكة شريكة أصيل في مسألة المراغبة بالنسبة لحص الخبز والدقيق وبتبدأ عملية المراغبة للدقيق منذ وصول الشحنة كل لجاء المغاومة حسن هل توصلتم هل استطعتم من خلال هذه المهمة النبيلة لحماية تهريب القمح والخبز هل ضبطتم مثلا التهريب للخبز للقمح هل ضبطتم مضاعفة للأسعار في بعض المناطق التي يقال أنها تصل إلى سيادة عشرين بالمئة نحن في منطقتنا عندنا فرن تم الغبض على صاحب الفرن وهو يقوم بتهريب الخبز لكن ما بهرب الدقيق الخبز معدل البيع فهو ذار يهرب وأيضا في فرن آخر تم الغبض عليه وكان مهرب حوالي أذكر يعني 500 رغيفة تم اغتيادهم إلى غزم الشرطة وفتح بلاغات وفتح بلاغات ولكن بعد ذلك تم كتابة تعهدات على أن النازل المرة القادمة ما يكون في أي هنائي إذا حصلت أي مخالفة مرة أخرى يتم إغلاغ الفرن يعني مباشرة الأشياء الأهم من كده إنه حاليا عملية سآت المراغبة عملت نوع معين كده من إنه الخبز متوفر أصحاب الأفران بيقوا ملتزمين بأنه بكامل العجنات لكامل شوالها الدقيق لأنه قبل سابقه فيما مضى كان أصحاب الأفران يعني الواحد بيستلم شوالها الدقيق بيستلم حصته بيبيع جزء من الحصة ما بيعجن الحصة كاملة ولذلك بيكون في أزمة لكن الآن بيوجود هؤلاء الشباب يعني صاحب الفرن يعجن الحصة كاملة من الدقيق والمواطنين قاعد يستفيدوا منها لكن بتبقى في إشكاليات يعني الفترة حق الثلاثة أسابيع اللي كان أطلقها وضحت حجم الخلل والإشكاليات الموجودة في مسألة التوزيع حصة الدقيق فهم مفترض حاليا يعني يعملوا لي جدا بأنه لازم تكون في حاجة مهمة جدا الآن الدقيق بيمر عشان يصل الشوال الدقيق عشان يصل من المطحنة يصل إلى صاحب الفرن بيمر بثلاثة اتجاهات اللي هي اتحاد المخابز الوكيل والأمن الاقتصادي بعد ذلك يصل لصاحب الفرن الإشكالية دي بتخليك أزمة في النص يعني إذا النازل حاليا دارين يحلوا أزمة مفترض يرجعوا إلى ما قبل عهد الانغاز البيت اللي هو مفترض من صاحب المطحنة حسن طبعا أنتم قدمتم تجربة جميلة ولكن ماذا عن هذه السطرة الصفراء ما هي الرسالة التي تحملها كيف وقع اختياركم على هذه السفرة التي تذكرنا أيضا بالسطرات الصفراء في باريس والله سطرة الصفراء بتعني حياة مهمة جدا هي رمزية أصلا انطلقت كان رمزية للجانة التأمين في بداية الثورة السودانية لجانة التأمين التي كانت تؤمن المواكب بعد ذلك أصبحت رمزية لكل من يؤمن مخبزا كان أو طلبة وقود فسطرة الصفراء هذه رمزية لهذه السورة يعني منها رمزية تأمينية بأنه حق المواطن محروس بلجان المغاومة بهؤلاء السور والناس دير كل همهم بأنه يدعموا هذه الحقوبة الانتغالية إلى أن تصل إلى نهاية فترتها بعد ثلاثة سنوات وهم يدهم بيد يعملون مع الحكومة متى الحكومة محتاجت إلى لجانة المغاومة تجدها جنبها يعني فالسطرة هذه الدلالة تأمينية لجانة المغاومة الدلالة تأمينية ما هي دلالة تطبيق الجوال في مكافحة التهريب كيف تطورت هذه الفكرة وكيف وصلت إلى تطبيق الجوال وماذا أعطت من فوائد في مسألة محاربة التهريب طبعا يعني هناك إشكالية ما بنقدر نقول عن غالبية أصحاب الأفران ولكن في بعض منهم عندهم يعني صفات كيزانية اللي هو الواحد يهرب شوالا الدقيق أو بعد ذلك إذا عمل العجنة فبيبيع الدقيق ببيع العيشة بسعر مضاعف لأصحاب المطاعم التجارية يعني مرات تصل سعر الرغيفة الواحدة إلى ثلاث جنيهات فهم بدل ما يبيع المواطن بجنيه لأنه ما في جهة كان بيتراغبه فبيبيع لصاحب المطعم بثلاثة جنيهات لكن الآن لما وصلت لجان المغاومة وبقت حارسة لجان المغاومة بقت عندها يعني عارفة مثلا الدورة يبدأ من منذ وصول الشحن حقا الدقيق إلى الفرن وبعد ذلك لما تدعجن وإلى أن يستلم المواطن نصيبه ولذلك يعني لكن بنقدر نقول أنه حصل مكافحة وبعد ذلك حتى يعني التجربة ورت الناس مكامل الخلل في عمليات توزيع الدقيق الحصص في طرفيات الولاية لأنه مفترض بعد ذلك يتم التوزيع الدقيق من المطحرة إلى صاحب الفرن مباشرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك من الخرطوم حسان محمد الحسن المتطوع بفريق حراس الثورة شكرا جزيلا شاهدين الكرام المسائية مستمرة وبعد الفاصل الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية يبدأ بدعم من الجيش التركي عملية عسكرية برية في ريف إدلب ترجمة نانسي قنقر